اشتركوا في القناة وممثلون حوالي 15 دولة فضلا عن ممثل يلمان العمل لمنظمة الأفروساي ومبادرة الانتوساي للتنمية والمحكمة الأوروبية للمراجعين هذا وأكد مع الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد أن استضافة البحرين لهذا الحدث المهم تضاف إلى سجل المملكة الحافل في استضافة كبرى الفعاليات ما يعزز من موقعها الريادية على المستوى العالمي كما أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتعزيز العمل الرقابي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة ومد جسور التعاون مع المنظمات والأجهزة الرقابية العالمية موضحا بأن الاجتماعات سيتخللها لقاءات مشتركة بين رؤساء اللجان الدائمة بالانتوساي وأعضاء منتدى الإصدارات والتوجيهات المهنية التابعة للمنظمة لبحث الخطة الاستراتيجية الجديدة لتطوير المعايير المهنية للمنظمة حيث سيتم مراجعة ومناقشة مرئيات الأجهزة للعضاء في الانتوساي والمنظمات المهنية ذات العلاقة أما اجتماعات منتدى الإصدارات والتوجيهات المهنية التابعة للمنظمة فستبحث وضع معايير جديدة وتحديث لبعض الموجود حاليا مع تطوير آليات العمل المتعلقة بإعداد وتحديث المعايير إضافة إلى مناقشة تحسين إجراءات العمل والحوكمة بشكل عام هذا الاجتماع مثل الاجتماعات المهنية المتخصصة المختلفة تنعقد من قبل منظمة الانتوساي وهي منظمة دولية تعني بشأن الرقابة تشترك فيها المؤسسات العليا للرقابة في كل دول العالم وهذه اللجنة التي تنعقد اليوم في مملكة البحرين هدفها مراجعة وتطوير الأنظمة الداخلية لطريقة العمل ليش هي مهمة؟ أولا عندنا عضو مشارك ومستمر في العضوية لفترة وعندنا أيضا اهتمام بمتابعة أفضل الممارسات التي تتم في عملية الرقابة حتى نتمكن من أن ننقلها ونحولها إلى أنظماتنا الرقابية والمالية في ديوان الرقابة المالية والإدارية طبعا بالنسبة للمعايير هي دائما في تغير هناك دائما تطوير وتحديث في المعايير نفسها هناك مواضيع مستجدة والرقابة عليها لابد أن يتم تطويرها مثل الذكاء الاصطناعي مثل التعامل مع الاختراقات التي تحصل بالنسبة للتكنولوجيا والإنترنت مثل الفورنزك أو البحث الاستقصائي كلها أمور تستجد بين فترة أخرى ويحصل عليها تطوير وبالتالي الأنظمة ليست ثابتة تحتاج دائما إلى مراجعة وتطوير وهذه اللجان تشترك فيها عدد كبير من الدول وبالتالي الأنظمة الرقابية اللي يقومون باعتمادها ونحن نقوم بتطبيقها أنظمة أيضا تخدم الجميع لأن المناقشة العامة اللي تحصل على مستوى اللجان ومستوى المنظمة بشكل عام تضمن تطبيقها السليم من قبل أكبر عدد الممكن من الدول وبالتالي تنعكس على جودة هذه الأنظمة وتنعكس على طريقة أن يكون هناك فهم موحد لكيف نحن نتعامل مع تحديات الرقابية اللي تواجهنا في المهنة الاجتماع سيناقش عدد من المواضيع الهامة أبرزها موضوع الخطة الاستراتيجية لتطوير المعايير المهنية للرقابة في القطاع العام وكذلك سيتم مناقشة عدد من المقترحات بشأن إصدار معايير رقابية جديدة أو تحديث معايير قائمة علاوة على مناقشة الإجراءات الداخلية للمنظمة وكذلك إجراءات الحوكمة المتعلقة بإصدار المعايير المهنية ترجمة نانسي قنقر